ما حكم الشرع في من يأخذ عشر ريال ويرجع تسع ريالات معدن وخاصة هذه الظاهرة فالأماكن التي تحتاج فيها العملة المعدنية هذه المسألة أدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء لأن هذا العمل لا يجوز لأنه يعتبر رباء لأنه بيع نقد بنقد من جنس واحد لأنه كله ريال سعودي الريال الورطي والريال المعدني كله ريال سعودي فهو جنس واحد فلا يجوز التفاوض أوليه صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم لها أن بيع الزهب بالزهب والفضة بالفضة لا متشاويين وهذه النقود الورطية والمعدنية تقوم مقام الزهب والفضة فتأخذ حكمهما جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم